اشتركوا في القناة من مليمترين إلى ثمانية مليمترات اليوم شدنا ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تقريبا حرارة القصوى كانت من بين 30 إلى 36 درجة بالمناطق الصحلية الشمالية بالمرتفعات الغربية لبلادنا في حين تروحت من بين 36 إلى 40 في بقية الجهات مع هبوب رياح الشيلي ومميزات تقصي اليوم شوفهم كل عادة من خلال تسلصول لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء هو أجواء مغيمة جزئيا إلى أحيانا كثيفة أصحب مع ظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد ظهور بالمرتفعات الغربية والتي تفرعت لتشمل تدريجيا عدد من المعتمديات الشرقية تقصي ليلا بشيكون مغيم جزئيا على كامل البلاد برجات الحرارة قد تكون في مستوى العشرين بالمرتفعات تتروح من بين 25 إلى 30 ببقية الجهات خلال يوم الغد إن شاء الله مواشرات نزول بعض الأمطار تبقى متواصلة بالشمال بالوسط وقد تكون عندها سبغة رعدية في فترة ما بعد ظهور بالمرتفعات الغربية لبلادنا ودرجة حرارة قد تعرف تراجع نسبي مقارنة بالأرقام لماذا ظهر هذا اليوم إضافة إلى نشاط ريح في المناطق السحلية وانتوصل سرعتها إلى مستوى الـ 40 والـ 50 كم في الساعة كالعادة قدموكم قراءة تفسيرية لدرجة حرارة قصوى المتوقعة في مختلف الولايات بتونس الكبرى قد نسجل تراجحها إلى مستوى 33-30 بجيط الوطن القبلي 31 في بنزرت 35 بزغوان بمناطق الشمال الغربي درجة حرارة قصوى تكون في مستوى 37 في باجة 38 في جندوبة 35 بسليانة 34 بالكاف في مناطق الوسطن توقع تزييل 30 بتالة 36 بالقيروان بجيط السحل بسوسن توقع تزييل 35 ظهران 32 في المنسير 30 بالمهدية بسفاق 36 34 بوزرقرق ناسي لبوزيد 36 بالقاسرين 34 في مناطق الجنوب الغربي توقعوا درجة حرارة ظهران تكون في مستوى 39 في قافسة 41 في توزر 39 بيكبلي بقابسة 32 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة نتوقع تزييل 35 38 في مدين بتطوين 41 في المدى بالنسبة الملاحة والسيد البحري بسوحلنا شمالية منطقتين سيرات وخليجتون ستكون شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تصل مؤقتا إلى 30 وتتزييل 40 أثناء ظهور صحب العادية والبحر يكون مضترب إلى شديد للثراب بالشمال بخليج حامات بجيطة سحل ستكون من القطاع الشرقي سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تصل محاليا إلى 25 وتتزييل 40 أثناء ظهور صحب العادية والبحر يكون قليل الاثراب إلى مضترب وبمنطقتين شابة وجربة وصولا إلى جرجي سريح تكون شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتزييل 40 في شكل هبات أثناء ظهور صحب العادية والبحر يكون متموج إلى شديد الاثراب كالعادة قدموكم فكرة حول حالة تقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبيا وكشت 31 درجة بعد صحب الدار البيضاء باللزائر 31 تقسي كونسافي في ترابلوس 36 ظهرا بالخرطوم أجواء عامة قليلة تصحب مع درجة حرارة قصوى في مستوى 40 درجة توقع تزييل 38 بالقاهرة بالبقاء المقدسة حرارة ظهرا في مستوى 45 في المدينة منورة 43 في مكة المكرمة تقسافي بالدوحة بأبوذبي بمسقط صحب قليلة 33 بالكويت 43 حرارة تتوصل مرتفعة ببغداد وتصل إلى مستوى 47 درجة مئوية وأجواء تبقى مشمسة بالشرق الأوسط درجة حرارة ظهرا تكون في حدود 39 في دمشق 29 في بيروت 34 في القدس الشريف 29 في اسطنبول وبأوروبا برما توقع تقسي كونسافي 31 درجة 20 في فيانا مع ظهور بعض صحب صحب عبرة في برلين في أمستردان في بروكسل جوليف 23 23 أيضا في بيريس 27 في مرسيليا وبيشبه الجزيرة الأيبيرية أمتار في مدريد وبيشبونا 26 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة مازلنا معنين بمواشرات نزول أمتار مواقعاً راعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط خلال يوم الخميس بولاية الجنوب نتوقع وكان التقسي يكون عامة قليل أسحب رياح في أغلبها من قطاع الشرقي قوية نسبياً إلى قوية قرب السواحل ومعتدى داخل بلاد البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية الشديدة للضطراب بالشمال ودرجات الحرارة القصوى قد تتروح من بي 28 إلى 35 درجة في المناطق الساحلية ويتكون من بي 38 إلى 43 داخل البلاد ويتصل إلى 45 في أقصى الجنوب بالبرمة وببرج الخذرة بالنسبة اليوم الجمعة بشكونوا معنين بتواصل لمواشرات نزول الأمتار مواقع ترادية بالشمال وبالوسط سحب عبرها بالجنوب رياح تكون من قطاع الشمال بالشمال من قطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب وتتراجع سرعتها إلى مدون 35 كم في الساعة بحر يكون قليل الاضطراب بالشمال ومتموج إلى مضطرب بسواحل الشرقية لبلادنا وانخفاض نسب متوقع في درجات الحرارة موعد شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله بيشكون في الساعة الخامسة وخمسون دقيقة وغروب في الساعة 16 و 48 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني للرس الجوي موقع الويب ترو دوبلي في بوميتيوب وانتيان الموازع الصوتي واتنجم وتتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات السلاة بمدينة تونس ومجورها اليوم الغد سالة صبح بداية من 14 دقيقة دور منتصف النهر و 26 دقيقة سالة العسر في الساعة الرابعة إلا دقيقتين سالة المغرب في الساعة السابعة إلى 10 دقائق وسالة العيشية بإن الله في الساعة 18 دقيقة ختاما شكرا على حسنة و على التمام إلى اللقاء